أنا موجود داخل مغارة في منطقة حقل الرعاء في بيت صحور اللي هي قريبة من بيت لحم مدينة ميلاد الرب يسوع المسيح إلى هذه المنطقة جاءت الملائكة وطبعا بشرت الرعاء ببشارة حلوة بأخبار صارة جميلة جدا لأنه يولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرم عوز أقول من هذا المكان اللي نسمع فيه رسائل الملائكة عندما قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام رسالة الميلاد هي رسالة المجد هذا المجد اللي كان يظهر في العهد القديم من خلال حضور الله في خيمة الاجتماع أو بسحابة المجد عندما قاد شعب إسرائيل قديما هذا المجد رأينا مجده حل في شخص الرب يسوع المسيح ويقول عنه البشير يحنى رأينا مجده مجدا حضور المسيح أصبح في وسطنا وأنه كل شخص يستطيع أن يأتي إلى حضور الله من خلال يسوع المسيح رسالة الميلاد هي رسالة السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للأسف هذه الأراضي والشرق الأوسط مش عم تتمتع بالسلام مع أن النبوة قيلت عن المسيح في نبوة إشعياء 700 سن قبل الميلاد لأنه يولد لنا ولد ونعطبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام رئيس السلام على الأرض السلام فالعالم اليوم يحتاج إلى السلام من مغارة الرعاة حقل الرعاة أريد أن أقول لكل من يشاهد أنا أصلي في اسم الرب يسوع أنك تحصل على سلام المسيح الذي قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام المسيح سلام خلاصي سلام فيه مصالحة سلام فيه شفاء وهذا السلام مكتوب عنه فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح رسالة الميلاد هي رسالة المجد تعبير عن حضور الله من خلال يسوع المسيح للشعب هي رسالة السلام وهي أيضا رسالة الفرح أبشركم بفرح عظيم ومكتوب ذهبوا فرحين والمجوس رجعوا فرحين وفي بشارة زكريا كان فرحا وفرحوا بولادة يحنى فكل رسالة الميلاد هي رسالة الفرح وهذا الفرح هو عمل إلهي في داخل القلب والكيان عندما تختبر المسيح تحصل على الفرح الحقيقي مش اللي بيتزعزع مع الظروف والأحوال لكن فرح حتى لو كان في عواصف بغض النظر شو هي الظروف الصعبة سلام سلام وفرح لا ينطق به ومجيد ثم رسالة الميلاد هي رسالة النور الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور في تسبحة زكريا ليضيء على الجالسين في أرض الموت نور يشرق نور من الأعالي نور للأمم وهكذا فرسالة الميلاد هي مجيء النور عندما تنبأ يحنى عن يسوع عن النور الحقيقي آتيا إلى العالم وهذا النور قال عنه عن شخص المبارك يسوع المسيح أنا هو نور العالم فهذا النور جاء من خلال شخص يسوع المسيح شيء آخر رسالة الميلاد هي رسالة الخلاص ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم جاء المسيح ليخلص من الخطية جاء ليعالج من مرض الخطية لأنه مكتوب ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص رسالة الميلاد هي رسالة الخلاص والتحرير والشفاء أيضا هذا الخلاص الكامل من المخلص يسوع المسيح رسالة الميلاد هي رسالة المحبة هذه المحبة ظهرت من خلال تجسد المسيح اللي أعلن عن محبة الآب وأظهر للإنسان أن الله يحب الإنسان وأنه يهتم بالإنسان وأنه الرب يحبك شخصيا حتى تختبر هذه المحبة العجيبة الغير مشروطة المحبة الإلهية اللي عاوز يجيبك من خلال المحبة لتكون في علاقة معه وتحصل على الحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر